السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ناب عبد المنعم امام حين تنتقل مشاكل الناس من الاحياء والقرى والنجوع الى العاصمة لتضطرنك عضو مجلس نواب للحديث عن شارع تم بعد رصفه بشهر تكسيره من جديد فنحن هنا لسنا امام ازمة شارع ولكننا امام ازمة وطن غاب عن مسؤول المحليات فيه الحساب فاساء التصرف الحقيقة الواضحة ان المواطن المصري الان مشاكله بسيطة بتكتر بسبب المحليات واللي اعتقد نظرة واحدة لجدول لدار المحليات في مجلس النواب كافي انه يوضح هذا الامر مسؤول المحليات اللي في الغالب منهم بقى الهم الرئيس هو التربح او تعقيد الناس فساد المحليات وصل لمرحلة قال عنها عضو مجلس نواب سابق في هذا المجلس انه فساد المحليات وصل للركب وانا بقولك يا معالي الوزير فساد المحليات اكل الركب الوضع في المحليات الان لم يعد مطمئنا لا للبلد دي ولا المستقبلها سمار التنمية واللي بيحصل في كل حتة في مصر انا بحمل عدم شعور المواطن المصر بيه لطرفين غلاء الاسعار وفساد المحليات مش معقولة انه في ظل هذا التطوير اللي بيحصل نجي نبص على الاصلاح الاداري داخل التنمية المحلية اللي انا راه نلاقي مجلس مدينة فيه الف موظف انا ناقي بقاءه بقالي سنتين ما شفتش خمسين موظف مجلس المدينة اللي انا اتابع فيه وبالتالي هذا الامر بيضع مسئولية كبيرة على الدولة وعلى وزارة التنمية المحلية لبراجعة اولوياتها في كيفية ضبط العمل داخل دواوين المجالس المحليات في كل محافظات مصر وعلى المجلس باصدار قانون المجالس شكرا شكرا